عسلما عسلما اش نحوالكم ان شاء الله يارب تكونوا بالف خير ونعمة ناس الكل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اليوم نهار حد اه اليوم حبيت نعمل معكم اه كفيديو اه متاع نهار السبت اه ان شاء الله لما كان اقدرت انهبط لكم غدوة فيديو اليوم اكيد ما فيما اجز فيديوهات وغدوة ما انا راش راني بش نهبط فيديو ولا لا من لقيقة اليوم ما صورت حتى شي حصلوا اللي هني لبنت اه بديت معاكم النهار من الصباح قلت خنحضر معاكم قهوتي وعن غطسة في الدار ما نحكي لكم مش قمت في حالة اخرى تتشوفوا الدار تقولش عليها مرمو مردومة بال بالتراب حصلوا اللي يحسب وحده يفضله هيك هي اللي يحسب وحده يفضله قلت لكم نحاول لك نكمل قادتي في وسط الجمعة بش اه بش معنايا في وسط اله في نهار السبت ولا حد نبدا على راحتي من عمل شي في الدار اه معنايا فطور وكوجينا وكهو هداك وين نتلقاني اصلا صغات القام في الدار هوك هما يبدوا حاسين في الدار واني في الكوجينا وكهو يا اخي ما نحكي لكم مش عالدنيا كيف صبحت اكيد بكلنا تونس كاملة تقريب صبحت على العجيش نعرشفة ما شكون قال نهار السبت نهار الجمعة يعني العجيش وخمل وصيق نهار الجمعة اما احنا بدي نهار الجمعة والاكثرية الاكثرية معناها في الليل فز عجيش اكثر من العادة وفزة انطرر وكل ونهار السبت صبحنا ديارنا هكا كهو حمدوله وكهو ربي يعطينا القوة والصحة وكهو اه مش مشكل واحد او كيعمل برنامج ايجيه برنامج اخر انا على اساس اليوم انا مش مش نعمل حتى شي ما تعرفوني اندي جا نهار السبت لحد نحب نعديه مع الصغار ونرتاح يعني فيهم نهارين هذوق نبدأ خطر على راحتي لا وقت لا يربطني لا فطور يربطني اه صغار يحضر يحضر لفطور يحضر اما كهوة لغالب حاصلوا لاني عملت لهم كعبة اه كعبة اعظم لازم اني نمشي نقضي كل الفرماج ونقضي اه قضيت متاع فطور الصباح ما عنديش اه كهوة يعني شدوني جمعتين اني اخر مرة قضيت جمعتين جمعتين هكيك ديما نهار السبت على اساس نهار جمعة نهار جمعة مشى للمرشي وكل شي عاد ممشيتش كما تعرفوا الاكثرين هلا حد نقضي قضية المجازان ولا قضية المرشي وكل كهوة مديت مديت كعبة ملاوي سخنتهم عندي من المرة اللي فاتت تذكر وقت قتلكم عملت الملاوي قبلها بنهار قبل معناها من اه ما نعمل لك الروضة كل شي اني قبلها بنهار عاملة الملاوي كل يوم نمد كعبا نفطر بها الحق اه معناها اللي ملاوي في نهار وبنين اما حتى يبس تكوني من غدوة فضلة كعبة يبسة يبسة حجرة معناها نجرمش فيها والمهم تقعد دي ما ابن من الخبز بالنسبة لي كهوة حضرت قهوتي وانا اسقى لي مع اعملي اعملي تماطم وفقوس وكهو هذا هو فطولنا انتعليوا عايشكم لو بيت على كومنتاريتكم الحق وحليكم والله العظيم ساعات فيما كومنتاريت راه يضحك الضحك اه وليه مسخصان كومنتاريت جاوني والله نقعد نضحك اه بالحق راني نبدأ نقرأ ومشاء الله كومنتاريت يبدأوا ساعات اه عرفت اللي تقول لي مثلا نتفرج على فيديو الفيديو متاعك في الخدمة المديرة قريب بشي طردني ولي تقول لي اه كومنتار ضحكني متتبع قتلي يا سيرين اه راجلي قال لي نهارو تقول له انت تتفرج في سيرين الطيب وتصنف لخ الطيبين عجة ضحكتني الكومنتار اضحكني مش نروم هال ولا زادة اللي تبصي رجلة تقول له يا جيب لك القضية هيكة وهكة يقول لها اكيد شفت الحاجة ذيك عمت سيرين عسلوا محليكم والله العظيم محليكم ربي خليكم لي يا ربي ديمكم نعمة فحياتي والله وبربي فما توا كومنتار جاني مسيش خليني يرد عليه قالت لي واحدة قالت لي كاتبة في فيديوهم تعرولي كاتبة ردوا بالكم تجربوا البرانس راهو طلع كما الخبز الشايح حرام عليك معناه تعطي رسات غالطة للناس وزادة حتى البرانس قالت فما قناة اخرى جربتها وقالت حرام عليك فاش تعطي رسات كما هيكة والله اول حلاء على فاشل حاجة ترجع لها وترجع هي لخدمتها وطيابها خاطل البرانس ما فيش شي معناه نجم نعملك برانس من غير حكارات راني اما وقت اللي تحطه في الفور انتي لازمك تتبع تطيب امتاعه لازمت وما يقعدش اكثر وقت في الفور اذا طلعو لك حاجتين هضوما كما الخبز الشايح كما انتي قلت ترجع لي لكل صاحب القناة اللي تحكي عليه اني ما شفت حتى واحدة حكيت رجاء اي واحدة حتى اصحاب قنوات اللي بنيتا حتى كيشوفوا حاجة عندي ما يقولوش معناها رينها عند سيرين ولا حاجة هيكة طبيعي يعني نبدأ نتبع فيهم معادي ما يقلقنيش اه ما يهمنيش يعني معناها مش مش يزيد فيها ولا ينقص اما انك تقول صاحب القناة قالت كيفش معناه كيفس سيرين تعطي حكارات كما هيكة غالطة يعني اني شنوها شنوها ربحي شنوها ربحي كيش نعطيك انتي ولا غيرك حكار غالطة وشنوها ربحي كي نطيب اني حاجة بحكار غالطة حمدوله سنين ربي توا على اليوتيوب سنين ربي لو كان جيت اني نعطي نحب نخص اللعبات خاطر هي كاتبة تعليق تحب تخص اللعبات في فلوسها كان جيت من نوعية هديك نحب نخص اللعبات في فلوسها يعني مش للتو محافظة على متابعيني والناس تحبني والحمدوله يا ربي كل حاجة نعملها ناجحة والله العظيم يا لبنات نعمل رساتات من غير حكارات خاطرني منيش قناة متعتبخ وخاطرني منيش شايف منيش شايف معناه يعني بش نعطي حكارات بالجرامات حاجات اني نشتهد فيهم ونعملهم وحاجات نشوف مثال برازار جيني وصفة ولا حاجة نعملها ونبدل اني من عندي معناه وترجع لك ليلك وتطيبك انتي ما عرفتش تاخو رسات خاطر سبحان الله اي واحد فينا نعمل ناخو رسات تطلع لي فاشلة نبدل نشوف فيها عند فلانا تبدل ناجحة مثل ناخو رسات قدتو نبدل نشوف فيها فاشلة عندي او نبدل نشوفها عندها ماشاء الله منفجة ومحليها وكل شي ترجع لطريقة التطيب يقاني معناه سختوف في الجنواز راو جنواز سنسيب العلخر ماذا بيك توقع تعس عليه بالتقايق معناه اذا خفلت عليه راو سايق حمدوله يا ربي نعرف روحي شنوان طيب ونعرف روحي فيش قادا طيب وحمدلله يا ربي معناه مع عمري ما نخصر العباد خاطر اكيد كان جيت من نوعية اللي نحب نخصر العباد مفهمتش ربي راه مهوش مبارك لي وربي مهوش ععطيني القدر هضايا من العباد اللي تبع فيها كل يوم اني بلوكيتك ما عندي ما نعمل بيك في قناتي مدام رساتاتي معناه تحسهم اللي هما يخصروا في العباد ماذا بيك معاش تتفرج عليه ومعاش تجرب حكاراتي وصاحبت القناة اللي تحكي عليها بينه وبينه اللي خلقه معناه مي همنيش فاهم بلحق مي همنيش فاهم خاطرين رسات نعملها ديجان وريكم ديما رسات كي نعملها لبنيت مش شكل من نوعية اللي كل نهار نجيب لكم رسات لكن نعمل حاجة وتنجح لي نرجع اللي حتى بعد 3 سنين ونقعد نطيب بها معناه وفي الاخر في الاخر نعاود نقول راني مانيش شاف راني مراعا ديه راني مراعا ديه نحب الكوجينة ساعات حاجة تنجح لي ساعات لا اه ساعات نعمل معاكم حاجة في الفيديو نقول لكم يا لبنيت ماذا بيكم لو كان تعملوا هكا وهكا ماذا بيكم لو كان عملتوا هكا وهكا معناها نشارك فيكم وكهو اللي حبي يعمل نفس رسات يعمل اللي معينتوش كهو وعندو رسات خاصة بيه معناه ميقلقنيش اما يزيو يزيو من الكذب على العباد بالحق راكم والله العظيم فمتش احنا فاش لاهين مده هذي الواحد قلبه يعلم بيه ربي وهي معناها لاهي هكاك راهي تكذب راهي تكذب زيد وكهو والله زيد الحديث حصلوا الهني لبنيت جيت جيت للبركون ما تتصوروشك الحالة ما تتصوروشك الحالة راني عرفتو خاصة انك تبدأ قاضي يقبلها بنهار قاضي يقبلها بنهار ونفف الدار وكل شيء وتقوم الصباح وتلقى الدنيا به المنظر حمدو الله وكانتصار بكلنا هكا ما والله نحكي اني وصاحبتي قلت لك كان فيما حاجة نكرهها في الديار هما التراسيات والبريكة صدقوني يا لبنيت لو كأن نجم نعمل نعمل اللي من يوم نعمل اه اني اصلا الراجلي ديما يقولي ان قولي ماذا بيا ندخل خاصة البركون هذي ندخلوا على البيوت يقولي الماذا بيا نكبل البيوت وندخل البركون قولوا ملا جوج ما معناه بش تحل هنا في الدار وملا مرمى اما اني في في قرارة نفسي ماذا بيا ندخل بريكن الكل ماذا بيا تارفوا ماذا بيا داري كاملة معناه داري لكل مسقفة كاملة وعندي اه منشر صغير كما تراسي متاعي اما نصفه كما قولوا مش كامل اشطر التراسي متاعي وكهو يزي نحسهم زي دي ان تعبوا كهو للمرأة والله يننصح كل واحدة قاعدة تبني في دارها لا تعمل بريك لا تعمل شي حتى كي تعمل بركون ما تعملوش على طول الدار هيك اعمل بركون صغير عم بورت في ناتر وبركون صغير كمضوة وكهو صحيح يعني باهي يدخل لهوة وعندك حاجة بش تشيحها وكل شي اما ستكون يتعب صافي مش كما تبدأ دار الدخلانية كما البره شوفو كل حالة شوف حدث هدفك داخل داري وعندي جزتك الدخلة هديك لقدامة دروش روي واحد مرتاح عرفت وهو ننصحكم بالحق لقاعدة تبني في دار وكل بريك ما تعمل ش أعمل بركون صغير ولا تراس صغير في الكوجينة يزي وصغير زيدا زيد اش تعملو كبير زيد تعبوا كهو تخرج لهم كلا تصيق كهو ما تصيق لهم تصيق لهم هذا كشنو فيش قعدة تعمل فيهم منحب الشنيسة تقولي نحب الدار دي ما هيك مسكرة بكل هي وفيها مدخل صغير متعك وجينا ولا هيك منشر صغير متعك وجينا يزيق كهو ليخلي كل حاس نحسوا تتعب صافي للمرأة واللي كملت بركونة على الشارع وخرجت البركونة على الدار تصب المية تعاود تصب تعمل باقي شي زايد بش نقعد اللم خطر بصراحة تعرفوا عندي حساسية ضد الغبرة وضد اصلا تقصى ضيقة يقلقني البركون لاخر لميته ما بعد شي قلت زايد هوك نعمل شوية رغوة كل شي نلم بيهم بعد نصب شوية مية وكهو والمية صدقوني نصب في المية والعاود ونصب في المية والعاود وباقي نحسها ما هي الشكل نظيفة معنايا الدنيا كهو الحمدولة وكهو الحمدولة على كل شي يعني بعضها كل واحد بلاسيك شوفو سلمة في شتعم دي راكت من بعد لدوش هذيك دجا اخواتها اللوطة هما زادا حالين المية ويسيقوا عم يرواحهم يسيقوا في وسط دار اللوطة الدنيا كله حالة بعده كنت دخل ندوشلو مكا وخاطر غبرة بها وحفيانة كما شفتها واخر حاجة قعدت لي اتي راس اه لحقيقة كنت بش النحي يعني كنت على الهني شوفو بش النحي النحي معناها القاعدة وكل شي واللم بعد قلت ايا وكنت ارجعاني في الليلة الدنيا كيف هيك غبرة وتعب الكل يمشي بالفارغ لو حالياي قلت خلي نفضها شوية واللمة شوية وكهو وكان قاعدت الدنيا نظيفة معناها وكل تون هيرات اخرين بعدك التابيجازون هذيك ونظف تحتها كان رجعت الدنيا ما زالتك حمرة هابتة وما زالت عجيج نخليها وكهو معروفة تقصها ضايا مدام فما عجيج معناها التقص بشي تقلب ديما هيك على دخلة الشتي على دخلة الخريف على دخلة الصيف ديما تجي هيك موجة متاع عجيج وكل من بعد تقصي تقلب بعدها يعني اكيد العجيجة ضايا مش بالسهل معناها مش في نهاروي وكهو يتعدى وكهو قلت خليني اللم وكهو زيد نضيع في صحتي ونخسر في المية ديجا المية يمشي بالطرر فما تتصوروش قد اشتعبني المية اليوم استطل يقضي تعبها بالقديش وكهو جبتك استطال المية في بالي باش نمسح بيها الواحدة بعد عملتها بال استعملت الشيطة خطر نعملها بشوية مية باش كان فما هيك نباتات معناها تبدح شيش في التابي تتنحق والحق اني اللي بنيت بنجمش اسبيراتوري نستعملها في التابي هذية ولا نستعملها البر نخاف عليها ما ما نستعملهيش نحس يسر غبرة وبش تهلك لي بالغبرة وكهو نعملها الاسبيراتوري للدار يزي وكهو نقص وكهو نقص على روحي حتى كنقعد وفاهم مثل الغدوان هلا حد اكيد الصبحية كل تتعدل هني احنا هلا حد هوك تبدأك على قلم تحسها نظيفة انا راهو اني راهو كن لميئ من نحية التابي ونحية الصالة اسهل لي هوكو نصب سطولة مي ونسلت ونرجع اما هيك راهو اسعب اما الحقيقة خفت لا تعاود في الليل تصبح مطر وتجي ريح اخرى وكل وزروا الدنيا تقولش عليها شط ولا صحرة ولا كفنية لمشكلة المية يمشي بتطرف لاش نسلت لك شوية على اقل نقص نقص شوية مترابة كيك نقص على روحي معنا خطر زيد مش مش ناجم نسيق فى المرة قولوا لي شكون صبحة نهار السبت تتصيق وطركم هو فما شكون نهار السبت وفما شكون نهار الجمعة نحن من هلا خميسة الدنيا راكحة معنا شوية عجاجو كهو اما نهار الجمعة في الليل معنا العشية كاملة هيك العجاجو وهمتت هادية سماء حمرة و욱 فاللهل صبت المطر زيت الفى السقطات كالترابه وسقطت فى القاعه مش بيا الحمراء هيديا مش بيا معناهاidente النباتات وكل شي عندي شوية بتشع اني على اساس البارحة assault وما سيحش intervene ماديوب هبت عليه التراب وهبت عليه الأم barley او تقلش عليه طين معنا هذا كل بش نعود تاوا نخصله نحيته بش نعود نخصله مفيش حل عرفتو تريك و تحسو تحسوا بتطين معناها بتطين شاي حالي هي والمخده بش ندخل نحطو ميت خسلو البل داخل بتضر مش فيس عيه تعباس طالي المي اليوم نهاره حدا كيد راكم كلكم اليوم مرتاحين وكلكم على راحتكم في الدار كلي تخدم كلي معناها تبدأ على طول قاعدة في الدار تشعر نهاره نهار لما ونهار ونهار زادا قرايا ودوج للصغار هذه مش عارفة اني بطيخة ولا ظهري بطيخة قاعدة تكبر ما شاء الله كما الولاد كريتو كالشعباته برغم هو شوقتها معناها تزرعت مخر وكيك بالصدفة حطينا قلوب متاع بطيخة نعشة صغار ولا شكون ولا شكري حصيلو طلعت معناها عرفتو كالقاعدة تكبر عاطية منظر لميت هذاك اله نحيت على قدمه نقدر التراب وتوى بش نتوى ش نتسمى قاعدة نشوفه سلمة توى بش نبدا نصيق بالحق معناه خطر اللول هكا الكل نحيت بها كالتراب والعجاج شوفوا ريتا نعود نصب المية عاود يطلع تراب اخر احنا نفطره صباح دبما قمت مسحت رخامات الدنيا مسكرك وجينتي مسكرة وتحسها فيما كعجاج شوفوا حصيلو فازيت معناه الصباح قبل ما نحضر فطور الصباح مسحت الطاولة والرخامات وكل شيء و احنا قاعدين نفطره تعاودت الدنيا كل بالعجاج براغم روما فماش عجاج اليوم احنا هيك خطر كي تبدأ الدنيا مسخة لبرا لازم تنظف البراني قبل الدخليني كي تبدأ هكا الدنيا غبرة ولا حاجة لازم تنظف البراني قبل خاطر الكل يدخل الداء والله قاعدين نفتروا برا لفهم ريح لفهم حتى شي جيت نشوف بعض فرخامات نلقاهم لكلهم تراب سلمة لاني يتعبي في البيبس وتسقي في النباتات والله تضحك والله نبارح قلتولي في الفيديو سيرينك تعلم الحروف عالمهم لها معناه بالنطق الصحيح كما اقول ميم وقاف وكل راي مازلت صغيرة هي جعلهاش تعرف الماء والقاول مازلت بالحق مازلت صغيرة راي سلمة ثلاثة سنين وما زلت في فيبري طغلق اربع سنين اني نقول له هكي كي جعلهاش تفهمني يا كعليش ان شاء الله تكي تكبر شوية نعلم الحروف على قاعدة وحتى في الروضة تتعلموا على قاعدة اما زلت او نحس راح نكلم في معارش في بي بي ولا كيفية ما زلت ما تفهمنيش هي ناشطة صحيحة ما زلت نحس عمرها ما زلت مش متعني بش نقرها الحاجة اصلا تقول له الحرف توا تنساه هي تنساه دير هيكت اكاها وكملت صيقة التراس كاملت سلمة ثقات النباتات ولا هني جيت الكوجينة بش نمسحها وكاها والحقيقة ما نش بش نسيقها على خاطرها ما تستحقش معنا نظيفة انا اول ما قمت الصباح مسحت رخايم ومسحت الدنيا كل ومسحت الكوجينة بش ما تدخليش الدار الداخل اما دار الداخل انا مش نمسحها وما زلت مش نطيب الفطور وقلت كان فيما تصيقه ولا فيما حاجه وكا بعد حرة اليوم مش نطيب الفطور واني ديما نحب نهار السبت ولا حد مثال نعملهم حاجه ما نطيبهاش في وسط الجمعة خضرة هاكم شفتوني ما اللي يراجعوا يا قراوة كاك عملت برنامج معناها نهار في وسط الجمعة طيب لهم حاجاتهم ما يحبوها كل شيء اما في في اخر جمعة طيب حاجات اني نحبها وهما نعرفوا ما يلوجوش عليها برشا الجمعة اللي فت عملت مرقة خضعة كنت تذكروا اللي قبلها عملت شبتية ديما كاك يعني حاجات ما اعرف صغارة مش في لوجوش عليها برشا اما كيبداوا معايا فالدار يبتابوهم ولا حاجة يأكلوا الحقيقة يخافوا يأكلوا اه حاصيلوا بش نعمل ما عنديش خضرة امس ما قديتش خضرة قدو كنها لحد نقضي خضرتي مثل نهار المالي فت نهار الجمعة المرادية ما قديتش بش نعم مرقة خضرة ولا حبيت على روز ازعى روز جربي الحقيقة المهم حاجة بالخضرة وليت وليت عملت مقارونة جارية عندي حاصيلوا مديت ماطمالية عندي لكل رحيتها وعندي شوية سفنهارية عندي شوية قراءة الخضر عندي شوية عدس وفول وكل حاصيلوا عملت لهم مقارونة جارية عملت لهم شوية قاروس وكهو ايجاد تقس بارد متاع حاجة جارية بصراحة اني لمحال قبلها بنهارة عاملة شربة دخلت على الصالة مسحتك الطاولة مسحت الطاولة التلفزة وكل بيبان وكل شي لو البارح مسحت راني الملاعب ومسحت على اساس ما عنا اليوم مرتاحة ملحق فما غبرة فما يدخلي من البيب والشباك اضماء اللي في الصالة يدخلولي الغبرة ويدخلولي حتى لمطر يدخلولي لضماء للمنيوم هادماء يدخلولي كوجدني نمسح نلقى الشقة المسحان حالة كحلة وليتقول تخلي الناحية تابي هذية ونمسح البلاسة هذي جاء للصالة من هارة السبت كي خرجتها وقتها بدلت لها الديكورة متاحها ما مسيت هاش معلها زيت زربية لشي كي نمسح الملاعب صدقوني كنلقى زربية هكا بالميترو ونفرش الدار لكل زربية نعملها تعرفوا نعملها خاطر حتى الدار مفروشة لازم ما تلقى هكا بلايس متاعزليز لازم باش تقعد تمسح معنا لازم سلمة حاطتلي كل دبوسة المية وكل واحدة متاع الشوش اعمالي الشوش محظرة دبوسة المية ومحظرة الصحفة متاع الشوش يا بنتي هذيك ربي شوش في الليل يجي ولا العشياء لا تاوى الشوش هي تقول شوش تاوى تعمل الشوش اقول خلي نفطره قبله هي حصيله وشدة كالصحفة وشدة دبوسة المية تستنى في وقتش باش تعمل هالشوش متاحة تغرمولي بالشوش المدة هذيك واني نحبه لحقيقة ما بصراحة ياسر فيه تفش وكله لاني جيت على البيوت قلت خلي نحي تابيات زايد معنا بصراحة نكمل حاجة على قاعدة وكهو نكمل نمسح البيوت ومسحت بيت نومي ومسحت البيت البانو ومسحت كالكولوار هكي اللي قدام البيوت وشن كما نمسحها لحق بيت سلمن ضيفة مع الملاعب متاحة وكهو قلتاني مسحت مسحت في الريحة جاو اكل قلت نحط شوية جافيل فك قلت لكم ريحت وفاوح قلت نحط شوية جافيل مكثم ريحت وعجبتني متاع لي لالي بريحة السيترون مع البرودوية متاع المسحان ستكوني كالنقعد على طول النهار نمسح ما نقول لا الريحة تعطيني طاقة مش عادية ريحة تهبل فكهو الهني كملت مش نعمل تبخيرة لاخرى لدار محلية تقص بارد والدنيا نضيفة والدنيا مسيقة والصراحة العز والله اذا كعلش كملت ختمتها بمقارونة جارية خطر حصيته نهار شتوي بالحق نهار شتوي اليوم حتى صغار من بعد خرجوا بشي حجم وكل شيء اللبستهم يدينا طوال تقص باردك وريح وكل شيء سكرت الضون خلي الشباك محلول باش متحسش الصالم تعنوه معناه تبدأ هيك على قل تبدأ ضاوية شوي فرشت البانو وفرشت بيت نومي واشنكمن نفرش الكل وقر جاءوا الهني صغاري كانوا قتلكم كانوا يصيقوا في الدر الدر اللوطة مش يدخلوا ويدوشوا حجموا ويدوشوا وكهو اخر حاجة قعدت لي بيتهم مسحت لهم الغبرة متع البيرو والتابل دنوي اه قضيت باش دخلتوا البيت نخصاب روحي باش ننشر بعض باش نطويه بعد ذكرت لاني باش نخسله ومش باش نطويه خطركم راو تهلك لي بالغبرة مسحت الملاحة بمتاع البيت خاطرنا نظيفها ما غير ما نقود انهزي الزربية لنعمل شيء وكهولاني كملت رجعت تفرشت الزرابي واخيرا احلى لحظة كنبدأ نفرش في كل بيت البان ودي ما خليه اخر حاجة نفرشها قليل ونفرشها ملول كنت شكا نبدأ نصور معاكم ولا حاجة وكتب خيرة ريحة البخورة بريحة بخور يارا ريحته راهي تعشق ما شاء الله ريحته تهبل مدة هذي كن بخر بيك اللي حظه وبرغم عندي البخور العربي مدة هذي تغرمت بالريحة هذي برغم ما كفهمة روايح ما يعجبونيش لحقيقة نحسهم يوجعوا لي راسي وكهو احلى احساس والله كنت بتتبخر في الدنيا وتحس الدنيا كل كالما حليها لاني اللي بناتكملت زي بش نشوف شعندي معناه خضرة وكلن طيبة دراس مش هالله رجعي شعر ريتو بكري كل حالة ولا بل عمل لونه أورانجي تشتي بش تقعد فيه دنيا مغيمة قلت وبيك شو تصبه مطيرة اما الحق لها ما صبرش مطر اليوم بش نطيب الفطور زيت الفيديو بش طوال عليكم قلت ما غير ما نشارككم ديجا فطوري عادي لليوم مقارونا جاري كما قاعدين تشوفوا أدت بابش اللي عندي الكل حمص وفول وتس وحطيت بابش اللي عندي الكل حطيته شوية سفنيرية اللي عندي الكل حطيته وعندي قرعه أخضر حطيته اه وكهوق اذيكا سوس ناحيته مكفلفل كي رجعته قلت كان العشية ياك ياحبوا ياكلوا حاجه وكنزيد لهم معها عظم ونصم طولهم معظم يتعشيوا باي خاطر اين تعرفوني ما نحبش ان طيب فطور وعشي اه عند شوية السلاطة مشوية من فاضلة من امس مديتها باش ما تتلاوحش خاطة كان بشديد تقعد نهار في الجدان معش تتاكل وحاطيت كعبات قاروس نشوي فيهم ولاني لبنات ذكرت الزرازي نسيت ما قد لكم كل يوم لازم المية بتاعه يتبدل باش ينحيك الامرارة اللي فيه وليت كبيت له المية اللي في وسطه باش نعاود له مية اخر هكيك ثلاثة ايام ومبعد الملح ومبعضنا وبنسبة للفلفل البرعبيد راني شاركت معاكم لبنات الطريقة شوفوا الفيديوهات اللي اه مصورته من جمع اللي التالي عملت معاكم في الفل برعبيد وختموها مسك قيوة عربي لها ني صغر خرجوا يتراني وبعد اتبحت ليا ندين وماء عملت قيوة عربي نودكم ولان شاهيكم حسيت روحي بش نرقد اكا دنيا كالم وريحة بخور حسيت روحي بش نرقد قد خناخو قيوة هكا في قبهاء واني هكا نكون وانصلت بكم لاخر الفيديو ان شاء الله الفيديو اليوم عجبكم لبنات نحبكم برشة برشة وعلى خد